اطلالة مختلفة هتطل بيها صاحبة السعادة اسعاد يونس على جمهورها خلال العيد مش من خلال برنامج أو فيلم لكن من خلال الأداء الصوتي لمصرحية الأطفال ذات الرداء الأحمر واللي هيبدأ أعرضها خلال تاني أيام العيد ومشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين خلالي نعرف كواليس المصرحية دي ما هو الهدف من المصرحية دي بنقدمها لجمهور من الأطفال عمل إزاي إيه هي أهم الرسائل اللي موجودة جوه المصرحية ومين هم أيضا أهم الفنانين اللي شاركوا بأصواتهم من خلال تسجيلها خلال هذه المصرحية بصحبتنا سنارست وكاتب العمل لأستاذ وليد كمال مؤلف مصرحية ذات والرداء الأحمر بنور النهار ده في صباح الخير بس أهلا بك أستاذ وليد أهلا بحضرتك وكل أستاذ المشاهدين عايز أتكلم أحرك في البداية على يعني كتابتك لعمل بيستهدف الأطفال موضوع السوشيال ميديا جايب فيه عدد بين النجوم وكل نجم يسجل صوته وفي الآخر عملت نوع من أنواع الدمج ما بينهم في شكل مسرحي لغاية دلوقتي عايز أتخيله فهمني القصة عاملة إزاي يعني الحمد لله طبعا توفيق من ربنا سبحانه وتعالى أنا بكتب الأطفال تقريبا من أكتر من 22 سنة وعملت مسرحات على المسرح القوم من الأطفال لكن بشرف النديل مرة الأولى على مسرح القرى العرائس المسرح الشهير اللي تم تنفيذ عليه الليلة كبيرة وبرية الليلة كبيرة طبعا لصلاح جاهين فحاجة يعني بالنسبة لي خيال أن أنا أكون موجود عليه وحلم أن أنا أكون موجود على مسرح القرى العرائس فكتبت مسرحية ذات والرداء الأحمر بس تلهم فيها التراث العالمي اللي دايما مؤرب لنا كلنا كلنا بنسمع من جدتنا وأمهاتنا حواديث وكلها تقريبا للحواديث العالمية فذات الرداء الأحمر بتاعت زمان اللي بتبقى عنيدة وما بتسمعش كلام الأم فطبعا ده فكرة حوار الأجيال دايما مع بعض الأطفال بيحس أنهم كبروا وأن احنا خلاص بينا فاهمين ونقدر نعمل كل حاجة لوحدنا ومش محتاجين نصايح من حد والأمهات والأباء بيبوا دايما خايفين على أطفالهم فأنا حبيت أخد التيمة دي اللي هي خطت الواو بس الواو طبعا فرق كتير يعني قديه واو طبعا الواو في اللغة طبعا بتفرق كتير وليها مواضع كتير لكن كمان هنا في المصرحة فرق كتير جدا لأن البطلة بتاعتنا أصبحت اسمها ذات وبترتدي فستان أحمر تطلع بيها على تيك توك فتصبح مشهورة وده الفكرة بقى في الحداثة أن احنا بنناقش مستحيل نناقش فكرة قديمة في الجيل النهاردة اللي بتعامل مع السوشيال ميديا والتطور التكنولوجي ده ونبقى بنناقشها بنفس التقنيات القديمة أو الأحداث القديمة طيب أستاذ وريد الحياة أنه ممكن مشاركة فنانة ونجمة كبيرة زي إسعاد يونس وريبة الحياة من أجيال كتير جدا دي فكرة عظيمة لو تكلمنا عن المشاركة دي كمان باقي طاقة بالعمل أو باقي الكل بيشتغل يعني طبعا صاحبة السعادة بالنسبة لنا ده كان حلم من ضمن الأحلام بأمننا بنحلم دايما فكانت المخرجة نادية شويخ بصراحة ودكتور أساني محمد علي مدير المسرح هي اقترحت أن تبقى صاحبة السعادة وأنا في الأول قلت صاحبة السعادة إسعاد يونس ممكن تيجي جدا بالدور جدا كلام نظري يعني حاجة هيلة حاجة يعني حلم كبير جدا بالشرط أنه يتحقق بس الحقيقة كان دكتور أساني محمد علي قال أنا براهن على الفكرة وعلى النص دايما من بداية العمل كان يقول البطل الأساسي الأول هو النص فقال أن فكرة أن إسعاد يونس لو عرفت النص ده وعرفت قديه وبيناقش هو كمان راهن وإحنا راهننا أن هي بخبرتها الطويلة وبعمقها هتفرز وتقول الدك كويس فقالت وبالمناسبة كانت هي في دبي لما وصلها النص ده كانت هي في دبي قالت طب بعتولي النص هي رحبت بالفكرة لأن ده مصر حكرر على رئيس برضو له تاريخ عظيم فرحبت بالفكرة بس قالت بعتولي النص فلما قررت النص قالت لو هتقدروا تنتظروني أنا مرحبة جدا وعجبني النص جدا والفكرة لو هتقدروا تنتظروني أنا هكون معاكم فطبعا لا لازم ننتظر كلنا لازم ننتظر صاحبة السعادة أكيد طبعا أكيد طبعا هي فنانة كبيرة الحقيقة ويمكن أولا صوتها لي بصمة خاصة بيها ده غير كمان إن هي بالفعل قريبة لأجيال كتير جدا حتى الأجيال الجديدة هي كمان قريبة لهم جدا طب بالنسبة لباقي النجوم المشاركين في العمل الحمد لله ربنا وفقنا في كست جميل جدا جدا إن شاء الله يسعد الأطفال ويسعد الأسرة المصرية كلها معانا طمطم طمطومة يعني أشهر العريز اللي احنا تربينا عليها طمطم في بوجيو طمطم النجمة القديرة هلا فاخر ومعانا طبعا من جيل الشباب يعني برضه عشان نقدر نقول هو ده حوار الأجيال اللي دايما لازم يمتد وده اللي يتقدم على المسرح في كل قضيانة وفي شغلين الأطفال معانا النجمة الشابة المبدعة مياني السيد اللي برضه قبلت بطولة العرض ده وهي زاد بقى الجميلة بتاعتنا اللي بتتفاعل مع الأطفال دايما وكانت مفجأة بالنسبة لي جدا وحي منحضر الكواليس قد إيه هي طفولية قد إيه هي مندمجة في العمل قد إيه كانت حريصة على إن دايما يطلع الشغل في أفضل صورة معانا النجوم طبعا سامي مغوري معانا المزيع والممثل الجميل عمر رمزي تامر فرج النجوم أشرف طلبة عصام الشويخ يعني الحمد لله معانا قصد وشرفنا بقى كمان وكمان بإن معانا ألحان وده بالنسبة لي شرف كبير جدا ألحان ومسكر كبير هاني شنودة الله يعني حاجة مبدعة جدا وعمل ألحان يا رب تحوز إعجاب الأطفال والأسرة مصرية كلها لو ما تخدني كده في رحلة عبر النص بدأت إزاي أهم الشخصيات الرئيسية الحبكة بتاعتك كتعاملة إزاي والنهاية بقى أنتهيت بإيه ببساطة طبعا أكيد يعني أنا مما بدأت زات ورداء الأحمر كان عندي فكرة أن زمان كانوا أهلينا دايما يقولوننا نصايح ما تتعاملش مع حد غريب أو حد يجيلك المدرسة طبعا إحنا جيل مختلف يعني اللي بيسمعني من الأطفال النهاردة هيقولك كلام ده غريب شوية لكن إحنا تربين على ده أو حد يقولك بابا وماما مستنينك في حتة وتروح معاهم أو حد يجيلك حاجة ما تعملوش أي حد يشربك عصير ويقولنا النصايح دي بنقعد نسمحها كل يوم إحنا حفظنا يعني الحقيقة إحنا كنا بنقولي الكلام اللي بتقوله بطأ في العمل إحنا حفظنا خلاص والله حفظنا إحنا ممكن نسمعه لقد فيه درجة كاملة يعني فقلت النهاردة الأطفال مش يستقبلوا النصايح دي طبعا مش هننصح نفس النصايح بس هننصحها التكنولوجيا ونصحها السوشيال ميديا واللي بيحصل عليها والتواصلات مع الأغراب بشكل كبير جدا فلو إحنا قلنا لهم بشكل النصايح الأطفال مش يقبلوها فليما نعملهاش في عرض مسرحي عرائيسي يقدم للأطفال بشكل درامي وغير مباشر من غير النصايح دي وهو ده كانت فكرة العرض الأساسية إن في الآخر حفظنا عن نصق الأساسي لذات الرداء الأحمر القديمة إن هي بتسمعش كلام ما متها فتروح في الشارع فتقابل الزئب الشرير اللي بيطاردها وبروح معها لبيت جدتها فبيحصل إنهم الاتنين بيبقوا في خطر فالزئب النهاردة أصبح ثلاثة الزئب اللي بيطاردها عبر الفيسبوك ويعرف معلومات عنها وللأسف يصورها من غير ما هي تعرف وفاكرة إن ده مش ممكن فيبتدي يطاردها ويحاول يعمل حاجات خطيرة وتعتبر جريمة طبعا في الأساس ويطلع شخص كبير ومتنكر ومش شاب ولا حاجة والشخص اللي كان بيشوفها بتتكلم من الموبايل الغالي والسلسلة دهب اللي لبساها لباباها مسافر وبعتها لها من بره فقرر برضو وعرف إنها بتقول في اللايفات بتروح دروس فين وبتيجي منين المعلومات الخطر اللي احنا بنصربها من غير ما ندري فيبتدي يطاردها هو كمان وهيرايحة الدرس ويرائبها عشان يسرقها وحد ثالث عايز يخطفها فأصبح الزئب اللي بتاعها زمان بقى ثلاثة يعني أطعم بقى أخطر أكيد طيب يعني حضرتك برضو في نقطة مهمة جدا يعني زمان فكرة المسرح ومسرح العرائس والتفاعل مباشر مع من الجمهور وأبطال العمل وقصة طبعا كانت كفيلة وكافية إنها تقدر توصل الهدف من الرواية أو أين كان أين كان اللي كان بيقدم بس دلوقتي بقى فيه عوامل كتير قوي يعني فكرة زي ما حدرتك حدثت فكرة دمج الحداثة والتراث وطرق عرض السيناريو وطرق عرض القصة وإن أنت توصل فكرتك بقت محتاجة جهد أكبر بكتير عشان تقدر خاصة الأطفال يمكن لو جيل كبير شوية ممكن يستوعب بس الأطفال عشان تقعد طفل يقعد يستوعب ده ويقعد فترة مدة العرض يقدر يستوعب ده ويقدر يتفاعل معه دلوقتي بقت صعبة جدا أسألك بقى زي عملت ده أم لا لسه طبعا حضرتك كلمتي في نقطة مهمة جدا وبالذات طبعا زي ما حالك قلت في المسرح تحديدا أن الجمهور يرتبط لأن المسرح له ترمومتر كده إحنا عارفينه الجمهور لو حس بأي ملل أو حس بأي حاجة مش مناسبة لي هيبتدوا بذات جمهور الأطفال هيبتدوا يتكلموا مع بعض ويرجوا ممكن يوموا يلعبوا بقى فيبقى منظر الحكاية وحش جدا فالحمد لله إحنا قدرنا المخرجة نادية شويخ ومدير المسرح وإحنا نعمل تصور أن الأطفال يحس أنه هو في عالم التكنولوجيا يعني اللي هيشوف الدكور على المسرح دكور رشادي أطامش هيحس أنه في عالم التكنولوجيا بالإضافة أن إحنا كمان عاملين التكنولوجيا على المسرح مش عايزة أحرق طبعا الأحداث وفي شاشة على المسرح موجودة بالإضافة للعريس وفي دمج كمان بين البشري في الاستعراضات واللي هيحصل على الشاشة فالطفل بيحس نفسه جوه الشاشة بشكل أو آخر مش عايزة أحرقه طبعا عشان يبقى مفاجئة على أساس أنه نفضل دايما زي ما حريك بتقولي شدين الطفل معنا بالإضافة أنه أنصر مهم جدا جدا من عناصر مسرحيات الأطفال هو الأغاني اللي ألحانها بتشرف أنه أنا كدبت أشعارها وألحانها الفنان الكبير وموسيقار هاني شنودة وبرضه مزاجتي فيها زي ما حريك بتقولي ما بين التراث والحداسة دي طب هم عرفهم منين يعني طب ده جيل جديد زي فتحي ورده أو أفلي يا ورده فناخد التيمة التراثية ونطلع بيها للحداسة بدل ما تبقى فتحي ورده أو أفلي يا ورده بس لأ فتحي ورده من الأغراب أفلي يا ورده عليك الباب فيسبوك وتويتر ولا واتساب فنبتدي نتعابل مع السوشيال بالشكل جديد برضه وحداسي نقدمه الطفل بشكل مبسط أنا يعني عايز أفهم عملت الموضوع إزاي بص انت مش عايز تقول تفاصيلة لا 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 طبعا بس أنا فعلا مش فاهم إزاي إنك سجلت مع الفنانين دول وبتلعب معهم مع عريس وبتقدم بعد كده شاشة يعني فهمها لي بس ببساطة شديدة جدا هو طبعا عريس بيتم ناحة عريس المريونيت بشكل جزاب ومبهر للأطفال الجدد إسعاد يونس رحنا طبعا للنجمة الجميلة صاحبة سعادة إسعاد يونس هي الجدد سجلنا معها طبعا قرط النص وأتقانت دورها قد إيه صوتها كان شاجي وقد إيه صوتها ممتع فهمناها فكرة العريس بتتعامل إزاي وهي طبعا على وعي كبير بده وعندها خلفية كبيرة فيه العريس لها طريقة في التحريك فبالتالي هي أداءها لازم يبقى مناسب لأداء العروسة اللي بيحصل على المسرح عشان نعمل المسجد ده زي ما حرج بتقول التصور ده لازم يبقى عند كل واحد اشتغل في العرض كلام ببطء أصدق يعني طبعا العروسة لازم يعني غير لو نتكلم بسرعة العروسة مش هتناسب التحرك ده لاني لها طريقة في الأداء والتحرك استوعبته بسهولة جدا مجرد ما شرحناه صاحبة السعادة عملته وقالت أداء جميل جدا ممتع وبالتالي كل شخصيات العمل سجلت بنفس الطريقة وبيتم تركيب شريط الصوت مع الألحان مع الموسيقى التصويرية بيتم التدريب عليهم على المسرح مع العريس عشان يبقى الشكل مناسب ومعمول حساب الشاشة والطروع على الشاشة والاستعراضات اللي هتتم على المسرح بشكل بشري وعلى الشاشة وبن خلال العرائس فبيتم عمل ده بشكل متكامل بحيث شريط الصوت يبقى مناسب لأداء وحركة المحركين ولعب العرائس في مسرح قرر العرائس طيب بالنسبة للتحضيرات بقى الخاصة بالنص نفسه حضرك زي ما كنت تكلم رعاية تعوامل كتير جدا التحضير نفسه للنص وفكرة ان انت تحدى تستحضر الفكرة وتستحضر كمان كل العوامل اللي موجودة دلوقتي في عصر الجيل الجديد ده خدت منك وقت قد ايه يعني تقريبا هي كتبت يعني من ثلاث شهور لأربع شهور بالتحضيرات طبعا الكتابة يعني الكتابة دي بتبقى آخر مرحلة زي ما حركت قلت ان التحضيرات اللي قبل الكتابة يمكن الكتابة بالنسبة لي الحمد لله ما بتاخدش وقت كبير لكن التحضير بياخد وقت كتير رسم الكاركترات ازاي يرسم ذات ورسم المفردات بتاعتها انها تكون مناسبة لكل طفل ما يحسش ان هو في النهاية اللي بيكتب الكبير بس لو شعر بده يفصل عن العرض المسرحي لازم قد ايه بتعامل مع مفردات الطفل والحاجات اللي هو بتعامل بيها الجديدة ودي حاجات من ضمن الحاجات اللي شرحناها لبعض فنانينا فكرة ان في مفردات في التيك توك زي قصود وورود فيه ناس مش مستواب يعني ايه قصود وورود يعني ايه بيعملوا ايه فالطفلة البطلة بتاعتنا اصلا بتحلم للأسف زي كتير من اطفالنا النهاردة ان بدل ما نبقى دكتورة ومهندسة وحاجة تفيد بلدي النهاردة بيحلموا انهم يبقوا مليونيونات من خلال السوشيال ميديا والتيك توك وانهم يكبسوا وحاجات كده مصطلحات طبع مناسبة للطفل فلازم كنت اقرف ده كويس جدا استعتب اصدقاء لي يا صويرين فكرة اعرف منهم معلمات كتير لان برضو انا ما عنديش حساب على تيك توك ومش مفكر اعمله خالص فبالتالي عشان اكتب على تيك توك كان لازم بقى اسمع كل المعلومات اللي عنه واقرأ عنه عشان اقدر تكون المسرحية مناسبة لعمر الطفل ويوصل الهدف والرسالة اللي حضرتك قلت عليها من الاول خالص ان في حاجتين مهمين الحوار بين الكبار والاطفال ما ينفعش يبقى جائر يعني ما ينفعش الكبير يقول له انا افهم احسن منك وانا اعرف اكتر منك وانت لازم تسمع الكلام وما ينفعش الصغير يقول له كبير لا انا كبرت وانا فهمت وخلاص انا ما بيتش محتاج حد ينصحني وهي دي الحكاية اللي احنا حلناها من خلال العرض ان في لازم يحصل بينهم حوار البنت طالع عندها اللي هي ذات طالع عندها جزء حقيقي وهي قدرت تستخدمه عشان تخرج من المأزق اللي احنا كان بتواجهه في المسرحية والام كان عندها حق في حاجات كتير برضو استوعبته الطفلة في اخر المسرحية تحول من مسرحية او من نص عالمي زي ذات الرداء الاحمر الى ذات والرداء الاحمر كان اشكالية كبيرة عالجها ببراعة السيناريست وليد كمال المؤلف المسرحية دي واللي قدر من خلاله ان هو يقدم عدد كبير من القيم الخاصة لاطفالنا ان حلم الصراء السريع وحلم الشهرة اللي موجود على مواقع تيك توك هو حلم مزيف ناس كتير جدا طلعت بسرعة جدا ونزلت بسرعة جدا هاوت بيهم السوشيال ميديا زي ما طلعت بيهم مرة تانية اعتقد ان دير سالة مهمة جدا لازم من خلاله نتواصل مع أطفالنا خدوا ولادكوا وروحوا مصرح على رئيس وتفرجوا على هذا الكلام شكرا لكم الزواليين شكرا لحضرك